الحياة الموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي بقى موضوع مهم جدا جدا مهم من الناحية الطبية والعلمية ومهم جدا 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 من ناحية نفسية وهو عن تغيرات الوزن خلال الحمل تغيرات الوزن خلال الحمل تأثير الوزن الزائد على الحمل ايه النصايح اللي ممكن تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة يعني هو موضوع واحد بقى ومنقسمه تلات موضوعاته يلا بينا نبدأ على طول تغيرات الوزن أثناء الحمل ده من أكتر الموضوعات اللي بتثير اهتمام الزوجات الحوامل قبل وأثناء الحمل والحقيقة ان احنا نقدر نقول وبدون أي مبلغة بدون أي مبلغة ان ما فيش زوجة حامل ما فيش معدتش دي ما فيش زوجة حامل ما بتفكرش في الموضوع ده علشان ببساطة أي زوجة حامل لازم هتلاقي نفسها في أحد المجموعات الأربعة اللي بيلخصوا علاقة الأم الحامل بوزنها طبعا دلوقتي حضراتكم عايزين تعرفوا إيه هم المجموعات الأربعة المجموعة الأولى هم الزوجات اللي عايزين يعرفوا إيه هو المعدل الطبيعي لزيادة الوزن خلال الحمل دي أول مجموعة من الزوجات تمام إيه هو المعدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل المجموعة الثانية هم المجموعة اللي حاسين إن الزيادة في وزنهم أثناء الحمل أكتر من الطبيعي مسيطر عليهم الإحساس ده المجموعة الثالثة هم الناس أو الزوجات اللي حاسين إن الزيادة في وزنهم أقل من المفروض أما المجموعة الرابعة هم اللي مش عايزين وزنهم يزيد عن المعدل الطبيعي المتوقع للزيادة يعني اللي هو ايه المفروض ازيد قديه المفروض تزيدي كذا انا مش عايز بقى ازيد اكتر اعمل ايه شفتوا بقى ان كلكم بتفكروا في الموضوع نفسه بس من زوايا مختلفة يعني اسألي نفسك كده هتلاقي نفسك في واحدة من المجموعات الاربعة دي ويمكن تكوني في اكتر من مجموعة كما تمام عشان كده هنحاول دلوقتي نغطي كل الاسئلة اللي ممكن تدور في ذهن حضراتكم مبدئيا بنقولك انك لما تبدأي الحمل بوزن صحي وازن والمطلوب للحمل فاحنا بنؤكد لك دلوقتي ان وزنك هيزيد بشكل صحي خلال حملك وده من اثاره انه بيضمن ان نمو الجنين كمان يكون صحي ومثالي طيب يا ترى هتزيدي قدي ايه بالزبط هاو ندخل بقى في الجد والاجابة ان الزيادة دي بتخضع لعوامل متعددة ومتدخلة كمان زي ايه زي انت كان وزنك قدي ايه قبل الحمل وبالتحديد مؤشر كتلة الجسم الخاصة بيكي كانت نسبته كام زي انت حامل في جنين واحد ولا اكتر زي ايه النمط الغذاء الخاص بيكي خلال الحمل هل بتاكلي صح وفي شكل متوازن ولا بتاكلي قليل ولا بتاكلي كتير صحي كده؟ طيب وعشان نكون منظمين هنجاوب عليكم بالترتيب دلوقتي وهنقولك ان انت لازم تكون يعرفة وضع وزنك من خلال حساب ما يعرف او يعني ان انت تحسبي ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم body mass index وده بيتحسب عن طريق ان احنا بنقسم يعني معادلة بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر الوزن على مربع الطول بالمتر يعني وزن حضرتك مثلا 85 90 مثلا 74 خلاص ده الوزن على ايه بقى مربع الطول بالمتر يعني ايه مربع الطول بالمتر يعني حضرتك مثلا طولك متر وستين يبقى 1 وستة من عشرة في 1 وستة من عشرة مربع طول بالمتر فهمين قصدي؟ وبناءً عن نتيجة بتتحددي أنت في الفئة اللي أنت فيها وبعدين هنقولك بقى احنا المفروض معدل الزيادة في وزنك تكون خلال الحمل تكون قد إيه الباديمس إندكس بتاعك يعني النتيجة بقى يعني أنت قلناه الوزن على مربع الطول بالمتر مربع الطول تربيع يعني بالمتر لو طلعت النتيجة أقل من رقم 19 فأنت كده وزنك أصلاً منخفض عن الطبيعي في الوقت ده المفروض أن الزيادة في وزنك خلال الحمل تكون ما بين 12.5 كيلو إلى 18 كيلو جرام أما لو كان الباديمس إندكس أو مؤشر كتلة الجسم بتاعتك لما أسمنا الوزن على مربع طول بالمتر طلعت النتيجة بتاعته بين 19 و24 فده معنى أن وزنك طبيعي وزنك حلو تمام 19 إلى 24 19، 20، 21، 22، 23، 24 احنا قلنا أقل من 19 يبقى وزنك أقل من الطبيعي لو وزنك طلع أو النتيجة يعني طلعت من 19 إلى 24 ده معنى أن وزنك طبيعي في الحالة دي المفروض الزيادة في الوزن خلال الحمل بتاعك تكون ما بين 11.5 كيلو إلى 16 كيلو كحدة أقصى إذا كان مؤشر كتلة الجسم بتاع حضرتك النتيجة طلعت من 25 إلى 29 يبقى أنت بتعاني هنا ما يعرف بالأوفر ويت أو زيادة في الوزن يعني أنت كده قبل الحمل أنت عندك زيادة في الوزن طيب نعمل إيه؟ يبقى في الوقت ده المفروض معدل الزيادة بتاعك خلال الحمل يكون من 7 كيلو إلى 11.5 كيلو ماكسما أما إذا كان الـ Body Mass Index أو مؤشر كتلة الجسم بتاعك طلعت النتيجة من 30 إلى 39 يبقى أنت بتعاني من ما يعرف بالسمنة والسمنة دي يبقى أنت كده برضو أو لو كان الوزن فوق التسعة أو لو كانت النتيجة فوق التسعة وثلاثين يبقى أنت بتعاني من ما يعرف بالسمنة المفرطة وفي الحالتين يعني سواء بتعاني من السمنة أو السمنة المفرطة المفروض أن الزيادة المصاحبة للوزن بتاعك في الحمل تكون 7 كيلو جرام فأقل